أكد وزير السياحة والأثار نايف الفائز أن الأردن يعد من أهم وأبرز وجهات السياحة الدينية في العالم وذلك لما يتمتع به من تنوع ديني وحضاري وقيم التسامح والعيش المشترك مبينا أن الأردن ينظر لديانة المسيحية والديانات الأخرى من مبدأ رسالة عمان التي تؤكد على الوسطية والاعتدال والمحبة جاء ذلك عقب وصول الأفواج السياحية الدينية القادمة من ناكجيريا وأشار الفائز إلى أن رحلات نيجيريين للأردن ستتركز على المسار المسيحي والديني في المملكة وتتضمن زيارة المختص الذي أصبح معتمدا من قبل مجلس الكنائس المسيحي النيجيري وكذلك تلماريلياس وعجلون وجرش وأمقيس ومعدبة وجبل نيبو ومن المتوقع وصول خمسة ألاف حاج من نيجيريا إلى المملكة في غضون أقل من شهرين